في سياق آخر قصة مدير الفني لمنتخب مصر الموضوع اتأخر شوية صح؟ اه اتأخر شوية قلنا هتيجي لجنة مؤقتة وهي اللي هتعلن أول ما هتيجي وحيستقره بشكل نهائي والدنيا هتمشي بالطريقة اللي احنا متوقعينها والأسماء اللي كانت قريبة وتداولنا وتناولنا هذا الموضوع على مدار الأيام كلها اللي فاتت يعني لكن في الحقيقة الموضوع هيتأخر شوية ده بناء على الأخبار اللي خرجت من الاتحاد المصري لكرة القدم أو من اللجنة الخماسية المؤقتة اللي بتدير الاتحاد خلال الفترة اللي حالية لكن الجديد عايزين نقوله لحضراتكم في حوالي أسماء كتيرة حضراتكم عارفينها طبعا مرشحة أنها تمسك المنتخب الموضوع اقتصر على اسمين لحد امبارح أو أول كمان كان اسمين مين؟ كابتن حسن شحاتة والكابتن حسام البدري فترة من الفترات كانت كابتن حسام البدري هو الأقر والفترة الأخيرة كانت كابتن حسن شحاتة هو الأقر لكن الجديد ودي معلومات احنا منقولها لحضراتكم ومتأكدين منها بكل تأكيد في اتجاه داخل الاتحاد المصري لكرة القدم بتعين الكابتن أحمد حسام ميدو كمدير فني للمنتخب تاني في تفكير وتفكير قوي داخل المسؤولين أو داخل الاتحاد المصري لكرة القدم بتعين الكابتن أحمد حسام ميدو اللي هو المدير الفني الحالي لفريق مصر مقصة كمدير فني لمنتخب مصر واللي حيكون معاه في الجهاز بنسبة كبيرة ده اتجاه لسه ده مش خبر أكيد أو مش موضوع خلاص اتفقوا على كده لأ أراء وأراء قوية داخل اللجنة في الحقيقة إن اللي حيعونه كابتن محمد شوقي نجم النادي الأهلي السابق حالكوا عارفينه طبعا واللي موجود في الجهاز منتخب الشباب أو الأولمبي الأولمبي تمام فهيتصعد من الجهاز منتخب الأولمبي ويكون متواجد مع كابتن أحمد حسام ميدو في حالة الاستقرار بالشكل النهائي على ميدو كمدير فني المنتخب مصر وفي اتجاه أيضا إن يدير المنتخب يكون الكابتن حسام غالي طبعا مدير الكرة بنادي الجولة ده أو ده الاتجاه التم التفكير فيه بشكل قوي داخل اللجنة الخمسية اللي بتدير اتحاد المصري لكرة الكرة إذن المفاضلة دلوقتي ما بين ثلاثة كابتن حسام البدري كابتن حسن شحاتة والكابتن أحمد حسام ميدو مين فيهم اللي هيكون متواجد حنشوف خلال الفترة اللي جاية التأخير بقى حيطة التأخير دي جريبة بصراحة إحنا عايزين ننجس في الموضوع آه انتوا بتتريسوا وبتحاولوا تختاروا الأنسب يعني أوكي ما فيش مشكلة لكن في نفس الوقت عايزين ننجس في الكصة دي لأن المنتخب حقيقة عايزين نشوف إيه اللي نقصه الخطط للمفترة اللي جاية هتكون ماشية إزاي الأهداف الحاجات دي كلها لازم نفكر فيها بشكل كويس وفي الحقيقة لازم أو مطلوب هم قادرة طبعا من شغلهم وإحنا واسقين فيهم يعني بالنسبة اللجنة المواقطة اللي موجودة في التحاد المصري اللي قررت على القدم مطلوب منهم إنه هم يختاروا بشكل سريع المدير الفني وخصوص إن أجير يبقى له شهرين ماشي يعني أوه هتقول لي ما كانش فيه التحاد ساعدها أو ما كانش فيه حد بيدير رجل سرد سويلة من المستقيم من ثلاثة ماشي أوكي لكن في نفس الوقت التجاهات كانت معروفة معروفة إن احنا هنجد مدير فني وطني معروفة الخيارات مين الأسماء مين فالسرعة في الحسم ده حيكون شيء ضروري في مصلحة المنتخب المصري لكرة اللقاء